لكن هنذهب سويا إلى ملعب مختارة تيتش والزميل محمد توفيق عشان يطلعنا على كل تفاصيل مراني الأهل اليوم عقب سلسية المحلة بالأمس مساء الخير يا محمد صدق مساء الخير يا صدق إبراهيم تحيات الحضرات أكبر محمد سعاد لي وضفكم الكريم وكل مشاهد القناة نادي أرى في كل مكان بالفعل عقب انتهى مباراة المحلة والفوز بسلسية نظيفة في مباراة الجولة 23 من الدور المصر الممتاز الفريق على طول بدون راحة بدأ لإستعداد بإذن الله لنهاء الكأس أمام بيرامدز والمقرر لها بإذن الله تساعة والربعة مساء على استعداد القاهرة يوم الاسنين المقبل بإذن الله كل التوفير للنادي الأهلي وإضافة بطولة جديدة لرصيد بطولاته وإن شاء الله عاود بطولة الكأس بعد غابة لفترة لدولاب بطولات النادي الأهلي مرة ثانية يمكن الفريق بدأ على طول استعداده مباشرة النهاردة فيه تمام التساعة مساء كان فيه محاضرة للجهاز الفني بالفيديو اللي بحلل فيها أداء الفريق سواء في مباراة الأمس أو المباراة الماضية وكمان فريق بيرامز وتكلم عن أهم من قاتل قوة والضعف في الفريق ودي بداية سلسلة إن شاء الله التحضرات والمحاضرات النظرية ومحاضرات الفيديو للفريق من بعدها نزل الفريق للملعب يمكن تدريب بقى كان خفيف جدا أو تدريب استشفائي للمجموعة اللي شاركت بشكل أساسي في مباراة الأمس وبقية المجموعة بتخوض حاليا مران قوي جدا على أرضية ملعب مختارة تيتش هنا بالجزيرة أبرز ملامح التدريب اليوم هو عودة محمد الشيناوي للمشاركة في التدريبات الأساسية وكذلك طهر محمد طهر يمكن تم إراحتهم لأيام الماضية طبعا نظر لتعرضهم لبعض الإجهاد ولكن موجودين مع الفريق بإذن الله الفريق بإذن الله يمكن بكرة هيكون بإذن الله أجازة من التدريبات ومن سمى من يوم الإسنين واليوم السبت ويوم الأحد هيكون التدريبات النهائية بإذن الله استعداد لمباراة الإسنين أمام بيرامدز كل التوفير النادي الأهلي وإن شاء الله يكون قادر على حسم بطولة مهمة جدا وتكون أول بطولات الموسم بإذن الله للفريق كلمة ريكم متفضلة شكرا جزيلا للزميل محمد توفيق أنت عايز تسألها الحاجة بشو أنتس لا أنا عايز عايز ناخد من الكلام طيب في قديدة على المصابين يا محمد قبل ما تقفل أنت هو ليس معاني محمد معاك وسيد إبراهيم باش مهندس عادلي مع حضرتك كانت الإصاباتين الواحدين أو الغياب الوحيد كان فيه صفوة فريق كان محمد الشيناوي وطير محمد طير الحمد لله حالتهم الحمد لله مستقرة جدا وبقوا كويسين ومجهزين للمباريات يمكن محمد الشيناوي بشارك بشكل أساسي في المرانة النهاردة بشكل تام وكمان طير محمد طير داخل خلاص التدريب الجماعي بكده يكون بإذن الله يعني الكامل اللاعبين لا 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 يا حريبي فين محمود متولد ماذا عن محمود متولد عقب مبارات عقب مبارات الهلال السوداني بالفعل محمود متولد موجود في التدريبات الجماعية موجود بشكل كامل جاهز من ناحية الطبية وكمان ناحية الفنية دخوله والمبارات من عدمه أو مشاركته ده فني بحث متروك للجهاز الفني ولكن من الناحية البدنية والعلاجية أو الإصابة هو جاهز بنسبة مئة في المئة وإن شاء الله يكون موجود مع زميله خلال مباراة القادمة خاصة مع ضغط مباراة كاس مصر بعدها الدوري وكمان دورة أبطال أفريقيا إن شاء الله كل اللعبين يكونوا موفقين ويكونوا تحت أمر الجهاز الفني وإن شاء الله دائما النادي الأهلي يبقى كل يوم بطولة جديدة ويعني يحصدها ويسأل كل جميع النادي يعرف كل مكان وقال دائما في المقدمة أستاذ إبراهيم بشمهن السعادة شكرا جزيلا للزميل محمد توفي من ملعب مختار التيتش بالنادي والتطمين حضراتكم على استعدادات الأهلي لمباراة بيرامدز ومشاركة جميع اللعبين بما فيهم الشناوي وطاهر محمد طاهر بعد شفائهم وأيضا انتظام محمود متولي في التدريبات شكرا جزيلا أنا فاروق